وفي إطار سيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة تم توقيع اتفاقية مع شركة سيس اس بي اي التابعة لوكالة اتمان التصدير الإيطالية والتي تهدف إلى تعزيز ودعم العلاقات الاستثمارية التجارية في مجال التصدير بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة من خلال إيجاد حلول متكاملة في مجالات التصدير والاستثمار بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتبادلة لتوفير برامج التدريب وبناء القدرات للجهات وتبادل المعرفة والمعلومات والممارسات التجارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وقد مثل الجانبين في توقيع الاتفاقية كل من سعادة السيد زيد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسيدة ميكال رون رئيس الأعمال الدولية في الشركة ويتي دور صادرات البحرين في توفير فرص واعدة في التجارة الدولية للشركات البحرينية وبالتعاون مع شركاء محليين ودوليين حيث يتم استهداف المؤسسات الساعية والجاهزة للتصدير وتلك المصدرة الراغبة في التوسع من خلال تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها وتوفير الأدوات اللازمة والخدمات النوعية للتنمية الصادرات غير النفطية بالإضافة إلى تسهيل العمليات والإجراءات بين الجهات المعنية والمصدرين وزيادة فرص تسويق المنتجات في الأسواق الأجنبية كما تقوم صادرات البحرين بتوفير عدة خدمات للفئات المستهدفة من أبرزها تمويل الصادرات وتأمين اتمان الصادرات وتوفير حلول شحن الصادرات وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق والتسهيلات المباشرة للأعمال ودعم الصفقات إضافة إلى خدمة الاستشارات وحزمة من الحلول الجديدة التي تدعم الأعمال البحرينية والمصدرين البحرينيين في جميع مراحل التصدير